اسم الآب والابن الروح القدس إلهنا الواحد أمين الأحبة كنيسة ماري جيرجس بسيدي بشر أعطيت أن أتكلم عن عزة خاصة بالنهدة أمنا العزراء وموضحها لكي نكون مشابهين صورة ابنه فوجدت من اللائق أن أقرأ عزة للقديس يحنى زهبي الفم عن هذا الأمر وأعلق في النهاية ببعض التطبيقات العملية التي نحتاجها العزة سميت أنها العزة السادسة عشر في التعليق على رسالة رمية للقديس يحنى زهبي الفم وهي ترجمت إلى اللغة العربية وحابب أقرأها وهعلق في الآية الآية في رمية 8 تبتدي من العزة من رمية 8 عدد 28 يقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصدهم يعلق قديس يحنى ويقول يبدو لي أنه يتكلم في هذا الجزء عن أولئك الذين يتعرضون للمخاطر وليس هذا فقط لكنه يشير أيضا إلى الأمور التي قيلت قبل هذا لأن القول بأن ألام الزمان الحاضر لا تقاص بالمجد العتيد أن يستعلم فينا وأن كل الخليقة إن وقولوا بالرجاء خلصنا ونوطاقعوا بالصبر ولسنا نعلم ما نصل للأجليه كل هذه الأقوال قيلت للذين يتعرضون للأخطاء فهو يعلمهم بأن لا يعطوا اهتماما أكثر للأشياء التي يعتقدون بأنها تحقق منفع بل يجب أن يفضلوا عليها الأمور التي هي بحسب الروح خاصة وأن كثيرا من تلك الأمور التي تبدو لهؤلاء أنها نافعة تتسبب مرات كثيرة في حدوث خسارة كبيرة إذن من الواضح أن الراحة والتخلص من الأخطار والحياة في الأمان هي التي يسعى إلي هؤلاء والمدهش أنه قد اتضح لهؤلاء أن الأمان ليس في طلب الراحة بالطريقة التي يتصورونها وهذا ما حدث للمطوب بولس نفسه لقد عرف فيما بعد أن الأمور النافعة هي في تتميم مشيئة الله وإذ عرف هذا فقد امتثل لهذه المشيئة وهو الذي تدرع إلى الله ثلاث مرات أن يخلصه من الألام لكن حين سمع الله يقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمله كان يصر عندما يطرد ويشتم ويعاني من آلام لا تشفى ولهذا قال أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والابتهدات ولسنا نعلم ما نصر للأجله ونصح الجميع أن يسمحوا للروح القدس أن يتمن فيهم مشيئة الله خاصة وأن الروح القدس يعتني بنا جدا إذن بعدما أعدهم بكل الطرق أضاف ما سبق وقال لكي يدفعهم إلى أن يكون لهم فكر مستقيم لأنه نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله لكن عندما يقول كل فهو يقصد تلك التي تبدو مؤلمة لأنه سواء كانت ضيق أم فقر أم سجن أم جوع أم موت أم أي شيء آخر يحل بنا فإن الله قادر أن يحول كل هذا إلى العكس لأن هذه القوة التي لا توصف أي أن يجعل ما كان يبدو ثقيلا خفيفا لأجلنا ويحوله لتثبيتنا ولهذا تحديدا لم يقل أن الذين يحبون الله لا يصيبهم شيء بل أنها تعمل معا للخير بمعنى أنه يستخدم هذه الأمور السيئة لمصرة من تكاد لهم الدسائس وهذا ما يعد أعظم بكثير من أن يمنع الشرور من أن تأتي أو أن يمحوها عندما تحدث هذا ما صنعه في أتون بابل مع الفتية الثلاثة لأنه لم يمنع إلقاءهم في الأتون ولا أطفأ اللهيب عندما ألقوا بهؤلاء القديسين بل تركهم يشاهدون المعجزات التي صنعها معهم في هذا الأتون واختصنع معجزات مماثلة مع كل الرسل فإن كان في مقدور أولئك الذين يسلكون بحكمة أن يحولوا طبيعة الأمور إلى ما هو عكسها إلا أنهم فضلوا أن يعيشوا في فقر وبهذا صاروا أكثر غنى من الأغنياء وأكثر بهاء منهم ورغم أنهم لم ينالوا تقديرا مناسبا هكذا سيصنع الله مع أولئك الذين يحبون ليس مثل هذا فقط بل وأكثر جدا إذن الأمر يحتاج فقط إلى محب حقيقية لله وكل الأمور الأخرى ستتحقق فتلك الأمور التي تبدو أنها ضارة لهؤلاء هي في الحقيقة نافعة لهم أما بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الله فإن الأمور التي تبدو نافعة لهم ستكون ضارة إذن فقد سبب ظهور المعجزات وأيضا فلسفة التعليم واستقامة العقيدة ضررا بالنسبة لليهود فإنهم بسبب هذه المعجزات زعموا أن الرب يصنحها بقوة الشيطان بينما كان ينبغي أن يحدث العكس بسبب هذه المعجزات والأجل هذه المعجزات شرعوا فأن يقتلوا أما اللص الذي صلب معه والذي صمر وأهين وعانى شرورا كثيرا فإنه لم يخسر مطلقا بل بالحري ربح أرأيت كيف أن كل الأشياء تعمل معا للخيج الذين يحبون الله إذن بعدما تكلم عن هذا النعيم الوافر الذي يفوق الطبيعة الإنسانية بكثير والذي يبدو للكثيرين أن تحقيق أمر مستحيل هذا قد أكد عليه بقوله الذين هم مدعوون حسب قصده إذن انتبه للدعوة التي قيلت لماذا لم يدع الجميع من البداية ولا حتى بولس نفسه فقد دعاه مع الآخرين مباشرة ربما يبدو لك أن هذا التأجيل كان غير نافع كلا لقد أظهر العكس من جهة الأمور ذاتها أن التأجيل كان مفيدا لأن الله لا يريد أن يهب كل شيء في الدعوة فلو حدث هذا لكان اليونانيون واليهود قد اختلفوا إذن لو كانت الدعوة وحدها كافية فلأي سبب لم يخلص الجميع ولهذا يشرح الرسول بولس أن الأمر يتعلق بالدعوة فقط بل أن إرادة الله أولئك المدعوين إذ كان لهم دور في الخلاص لأن الدعوة لم تكن إجبارية ولا قهرية فالمؤكد أن الجميع قد دعوا لكن ليس الجميع أطاع ينتقل القديس يحنى إلى الآية موضوع العزة رقم 29 رمية 8 عدد 29 لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين سورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين أرأيت مقدار هذه الكرامة فإن هؤلاء قد صاروا أبناء بالنعمة بوسطة ذاكى الذي هو بالطبيعة الإبن وحيد الجنس ولهذا لم يكتفي بقوله مشابهين لكنه أضاف ليكون هو بكرا ولم يتوقف عند هذا الحد لكنه أضاف إلى هذا بين إخوة كثيرين لأنه أراد بكل هذا أن يظهر بوضوح مدى القرابة كل هذا يجب أن نعتبره أنه قيل بحسب التدبيع فلأنه إله فهو وحيد الجنس أرأيت مقدار موهب نئي إذن يجب أن لا تتشكك من جهة خيرات الدهري الآتي لأنه في موضع آخر قد بيّن عناية الله إذ يقول أن هذه الأمور قد سبق وقررها الله هكذا فالبشر يعبرون عن أراءهم من خلال الواقع المنظور أما الله فقد قرر هذه الأمور منذ القديم ومن البداية كانت هذه هي إرادته من جهتنا أنتقل إلى التطبيق العملي في هذه العزة لما قال القديس بوليس أن لكي نكون مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كسرين أن هناك إن اعتبرنا أن هناك مثل أعلى لابد أن هذا المثل الأعلى يكون بلا خطير أنه كامل أنه لا يعتري خطأ أو يشوب أي شائبة فهكذا هذا البكر اللي تسمى بكر بين إخوة كسرين ولا بكرا من بين الأموات أيضا هو المثل الأعلى لكل المسيحيين المسيحيون لابد أن يكونوا على اعتبار الفخر يعني يحس بنفسه أنه بيفتخر بهذا الذي جاء إلينا وهو كامل الأوصار لم تكن فيه خطية من أي نوع لم يكن فيه فكر خاطئ لم تكن فيه حركة خاطئة لم تكن هناك عنده نظر خاطئة هكذا هو المثل الأعلى أنه بكر بين إخوة كسرين تملي البكر في البيت هو اللي بعديب يتمثل بيه ده الأخ كبير المسيحي لهنا هو الله الظاهر في الجسد ويروق لنا أن نقول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح كما تعلمنا الكنيسة لكن من جهة أنه أخذ صورة إنسان فاعتبر كل مسيحي أن له مثل أعلى هذا المثل الأعلى يستطيع أن يتمثل به كما قال القديس يحنى كمثل كذاك ينبغي نحن أيضا أن نسله في العهد القديم كان البكر له امتيازات كان يأخذ نصيب اتنين كان العيون مصلطة عليه هذه الامتيازات المسيحي لهنا لأنه أخذ صورة جسد كما يقول القديس كيروسو كبير بالتدبير أنه بالتدبير صار إنسان لكي يحمل لنا كل الخيرات هذه الامتيازات التي أعطيت لنا إحنا كمؤمنين بالمسيح وتعمدنا على اسمه وأخذنا مواهب من سر الميرون في الكنيسة كل هذه الامتيازات تجعلنا أن نصلت الضوء على هذا المسل الأعلى ونتذكر هذه الامتيازات التي صارت لنا أيضا في هذه الآية لابد أن لا ننسى أن لنا إخوة كثيرين يا عزيزي لابد أن تتعلم أن الكنيسة شركة وهكذا ربما شعرت عندما أغلقت الكنيسة أنك بدون شركة أن ما فيش حد معاك بيكلم معاك إحنا اسمنا إخوة كثيرين يعني كلنا مع بعض إخوة في الكنيسة كلنا بنتعامل مع بعض إننا إخوات في بيت واحد هذا بيت الآن بيت الله عمود الحق كلنا إخوة عشان كده مش ليك أخ واحد ده أنت ليك إخوة كثيرين ربما تذهب من كنيستك كنيست ماري جرجس لكنيسة أخرى باسم أمنا العدرة باسم أبو صفين باسم فتجد أيضا هم أخواتك تقول إخواتي إزاي أقول لك ماما أنت أصلا مولود من الله وهؤلاء أيضا مولودون من الله فجميعكم إخوة وهؤلاء اسمهم إخوة كثيرين وعتفتكر إنك لوحدك وعتفتكر إنك أنت ما عندكش إخوات لأ أنت أنت عندك إخوات كتير في كل مكان أيضا هذا يجعلنا أن ننظر إلى الناس بطريقة فيها نوع من التقدير ما ينفعش تهين أخوك ما ينفعش إنك تقلل من إمته ما ينفعش تاخد حقه ما ينفعش تزدري به ما ينفعش إنك تفتري عليه وتشيع ما زمه هكذا عزيزي ربما إحنا كتير قوي بننسى المكانة الروحية التي وضحها الله في قلوبنا بالأسرار المقدسة في الكنيسة إنه ما تنساش إنك ليك ناس إخوات والنظرة بتاعتك لابد أن تكون نظرة تقدير ربنا يبارك في الخدمة في الكنيسة في كل كنيسة ولربنا المجمد في كنيسته آمين